ازاي حضرتك؟ الحمد لله ازاي حضرتك؟ شكرا على المقدمة جليل لا بالعكس والله ده احنا اللي بنشكركم على انه انا شايف مثلا المكتب اللي احنا كنا بنصور فيه التقرير وقصدنا ان احنا نزيعه الاول مش في النص علشان نسمع الناس بتقول ايه وحضرتك حتى واحد المتفرج قلتلي ده اللي موجود في كل حتة كله نفس الثيم نفس حاجة واحدة صحيح طيب العالم بيشهد ثورة في مسألة التحاول الرقمي كل حاجة بقت يعني العالم بين يديك امسك البتاعة دي واعمل كل حاجة في الدنيا وعلى ما يبدو ان البريد المصري ما بقاش بعيدة عنده خالص بل بالعكس عارف انه يواكب هذه الثورة اللي بتحصل في العالم العالم بين ايديك وكمان من خلال البريد المصري ابدأ منين الحكاية واحنا قاعدين بندردش ونعرف وانس ايهاب ما بيطلعش في تلفزيونات ايو فنوطنا ومشرفت الله الله يخليك شكرا يا نفانت نبتدي من زي ما حضرتك قلت انه كل حاجة تقريبا دلوقتي على الموبايل على المنصات الالكترونية طيب احنا البريد لو قسمنا الاول الخدمات هي خدمات مالية خدمات حكومية وخدمات بريدية حلو احنا اخدنا في كل قطاع من دولة اشتغلنا عليه ونشوف حنحوله رقمي ازاي حنحوله البريد مثلا الخدمات البريدية لو الخدمات البريدية انا ببعد حاجة من النقطة هنا للنقطة هنا ودي الخدمات التقليدية اللي البريد تم انشاؤه من اكتر من 150 سنة على هذا الاساس النهاردة عندنا ابليكيشن مثلا الابليكيشن ده حضرتك ده بيخدم التجارة الالكترونية وده تحول رقمي انه انا ببدي لحضرتك الميزة انك تنقل سواء تاجر او مواطن تنقل الخدمات بتاعتك او البرودكس بتاعتك لأي مكان بان حضرتك بتسجل على منصة معينة او موبايل ااب حضرتك بتسجل بياناتك وبنتحقق منها وبتقول انا عايزة نقل له احنا بنيجي بناخدها من حضرتك وبنوديها لمن اللي حيستلم واحنا بنسلم الراجل ده قبل ما نسلم الحاجة ديت بنقول له بنبعث له ميسج وبنقول له احنا حنسلم حضرتك ده وبنبعث له كود كمان بنقول له عشان احنا نتأكد ان اللي بيستلم هو هو الشخص المفروض يستلم مزبوط وفي نفس الوقت بندي له الامكانية اللي بيستلم واللي اللي المرسل انه هو يتراك او يشوف الشحنة بتاعته راحت فيه تتحرك ازاي تتحرك ازاي طيب ده اللي الناس ممكن تشوفه في العموم لكن في الحقيقة هو فيها احنا كتكنولوجي وكديجيطل ترانسفورميشن احنا مستخدمين الارتفيشل انتليبس بمعنى حضرتك عايز تشحن بوكسز مثلا بسايز معين ومزبوط احنا بناخد المعلومات دياته بنجمحها وبالذكاء الاصطناعي بنبتدي نشوف دي هتجمع فين مناطق ايه العربيات مصاري العربيات Logistics Logistics بتاعتها واصل بالGIS والأمر الصناعي عشان نشوف أسرع وأسهل طريقه ده الحاجات اللي بتحصل في الباك اند طيب ده تحول من إن أنا باخد من حضرتك قابلي كده باخد منك الطرد وبوصله إلى المستفيد دلوقتي اختلفت الدنيا تماماً إنه في الباك اند اللي ممكن حضرتك يعني الناس ما تعرفهاش إن البريد بيستخدم الذكاء الاصطناعي البريد بيستخدم الGIS والتتبع والمراقبة ومن ناحية الـ User Experience النهاردة عنده قاب وبيشوف بيريجستر نفسه وبيقول أنا عايز أشحن ده ووديه للمكان الفلاني للشخص الفلاني وبنأمن الرحلة دي بإنه ده الشخص فعلاً وده في اوثنتيكيشن كون بيريجستر ناحية الثانية فيبقى أنا خلاص كده متطمن مية في المية الحاجة وصلت ومسألة التراكينج سيستم بخير دايماً متطمن يعني هي الوقت تحركت من المكان ده للمكان ده ده هي في السكة ده وصلت في التوقيت الفلاني بالمالي بساعة خمسة العصر مثلاً مظبوط ده حاجة في قطاع البريد أو النشاط البريد